موسيقى هلا جيت اختار معاكم نبسة اول يوم ييد طبعا اذا ما شفتوا فيديو تنصيقات الايد بس يبيركم اللينك تحت بداية تسكين بعد التفكير عميق اخترت هاي اللبسة يلي اصلا اغلبكم يعني حبيتوها بفيديو تنصيقات الايد اول شي بدي اشكركم كتير اغلبكم على هدول الفيديوهين جد يعني فرحتوني فهايه اللبسة رح اروح افرجيكم ميك اوب يناسب هاي اللبسة و ميك اوب هيك نائم للعيد الآن بدي افرجيكم هيك توتوريال ل ميك اوب العيد ميك اوب هيك نائم بسيط حلو اول شي طبعا لازم تبيرشوا فيه هو برايمير انا اصراح ما عندي برايمير بدي اجيبه ان شاء الله الفترة الجاي والمربحات يجبتم بس ضروري لانه هو اللي هيك بيحميلكم و ميك اولي اجيب وهيك رح استخدم كريم يعني كريم للترتيب فهاي ماتي الخطوة الثانية اللي هي رح احط كونسيلر في الناس بتحط فونديشن بس انا بما عندي اصلا فونديشن بحط بس كونسيلر لانه ما بحس انه كتير بحتات تحت عيني بشان ما يكون عندي هالات يعني طبعا كلنا بيكون عندي هالات كمان بحط بهاي المنطقة لانه بحس شوي انها غمقه بتكون و بحط هان ما بعرف هذا الاشي اذا صح ولا لا انا ما بعلمكو يعني الطريقة صحة لمايك بس باعلمكو يعني اذا بدكو تعمل ميك اوب بسيط لناس اللي مبتدئين و رح ادمج تمان بدي احكي لكم هيك نصيحة انه اذا رح تحطوا اي شادو دائما حطوا كونسيلر لانه هيك بيضل اكتر حطوا كونسيلر بيهان بجفن العين و رح احط بعدين بتحطوا فاودر طبعا فوق الكونسيلر او الفونديشن اللي بدكو اياه يعني مل احسن صراحة تحطوا كونسيلر يعني اذا ما كان عندكو هيك حبات كتير وشغلات تمام هلا رح ابلش بي ميك اوب العيون او ميكياج العيون اللي هو اكتر اشي يعني يبياخد وقت بس مش كتير بياخد معي وقت صراحة اول اشي احبلش فيه هو الاي شادو طبعا هاي البالت اللي انا بستخدم كتير بحبها اا اا اني ليدي كتير حل وصراح مصحكوا فيها تمام شوفوا الوانها والله هي بتجنين يعني كتير بحبها ركسوا معاي بالفورش لانه ما فيكو تحطوا ميك اوب باي فورشة كل اشي اا اا اه فورشة خاصة تمام رح تيجو تاخدوا هاد اللون البني هاد ولا هاد اللي بدكو يقل مهم لون بني اا اا نيجي هان لجفن العين لكسرتي العين تمام و رح نحط هاد الاي شادو اللي حتنا بالفورشة و رح نعمل هيك نروح نيجي روح نيجي روح نيجي رح نيجي رح تحكولي اشي احنا هاد اشي مشان تبرزو هاد جفن العين من نسبة للهيرات رح تاخدوا هاد اللون الدهبي تماما و قريب منه مش ضروري نفس اللون بالضبط بسيني قريب و رح تيجو لهان لدمعة الهان و تماما احسن مسكرا بحبه و بموت عليه هو مسكرا أوريفلام اسمه لينتوب مسكرا كثير حلو جد يعني اكتر مسكرا اقرر بيخلص يعني تقريبا نح يخلص فاذا لقيته مرة انا رح تجيب منه صراحة كثير كثير بيطول الرموش والاشي اللي حبيته فيه انه هيك يبتعرفوا انه المسكرا بيشيل الرموش يعني كل ما تحط مسكرا رموش كم تشال هذا بنعكس و اقسم الله بيقويهم و ما بيشيل الرموش فكثير حلو طريقتي في المسكرا طريقة عادية يعني انا كنت في زمان بعمل هاك عرفو و بعدين بعمل هاك بس حاليا لقيت انه شوي هاكي عم يتفتتولي رموشي فبلش بس احط هاكي الطريقة العادية اللي كل البنات بحطوا فيها انا لما بخلص المسكرا بعمل اشي غريب ما بعرف حكي ايجاني على راسي وبلشت اعمله هو انا بعمل هاك احس هاكي بتزبط المسكرا ما بعرف انتو احكولي اذا انتو كمان بيجيكم هاك افكار هلا بدي احط بلش تمام رح احط هاد اللون الزهري شوفوا اش رح اعمل حط اللون الزهري شوفوا ما تتحكوا لي فرشيكم حيلة هيك تعملوها لما تكونوا عم تعملوا البلوش مشان هكي تحطوه بطريقة صحيح تعملوا هيك شوفين هاي الحركة وتبدو شو تعملوا هيك تمام هيك مش هيك هذا اشي غلط هذا اشي كان زمان هلا نحط هيك يعني ما ننسى الانف ضروري تحطوا هايلايت بالانف لكي بصلاح حلو هذا هو اللبستيك اللي رح استختم بيجي هيك فيه غلوس و بيجي كمان لب غلوس اخلي افرجيكم اول اشي انا ببلش فيه انو احط الغلوس هيك بحط نقطة هيك وبعمل زي هيك بحط هذا اللون اللي هو هيك زهري على اورنج اكتر اللون انا بحبه باللبستيك بجيب دائما اللبستيك بهك الالوان يعني ما بغير الدرج بحط نقطة هيك بروح وبعد ممكن انتو يكون ببين عندكم انو خفيف بس بالحقيقة شوي هيك معجوق انا ما بحب هيك ابين فبخففه بجيب منديل هيك وبعمل هالحلقة لحد ما احصل على اللون اللي انا بديه بنكون خلصنا الميك اوب زي ما عام تشوفوا انو ميك اوب هيك خفيف وكمان يعني انو هيك مبين انو ميك اوب بس مش كتير ميك اوب فكتير حلو غالبا هذا هو الميك اوب لانو خط بكل الاعيات ممكن اضيف كحل و اي لاين ما بعرف بس بحاد الفيديو ما حبت اعمل لا اي لا ولا كحل عبت ابرجيكو هيك ميك اوب خفيف يعني سهل ما بياخدوا كتير وقت طبعا استخدامنا كتير منتجات بس النتيجة كتير نائم للعيد يعني مش معجوب اول اشي رح نحضر هو مقشر البشرة رح تحطوا معلقة قهوة و معلقة سكر و معلقة عسل واخر اشي رح تحطوا معلقة زيت زتون واتخلطوا كل اشي مع بعض هلا رح يستخدم هذا الغسول تمام اول مرة رح يستخدمهم اول استخدام الي موسيقى هلقيت رح نحضر مقشر الفم رح نحط معلقة قرفة و معلقة عسل و رح نخلط موسيقى 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 هلق رح أخط هذا الماسك الزهري من منيسو كتير حلو طبع الورد صراحة ورمر بحياتي جربت موسيقى 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 سوف نتعطيه 10-15 دقيقة و سوف يرجع لانه هيك حكوهم بالماسك ان شاء الله ما يصير اشي سيدي وشي فاة بياه نفس الخلطة اللي عملها تبعي الفم رح نستخدمها كمان بماسك الرؤوس السوداء سوف ندهنه على هنه هنا بعدين رح نجيب منديل هيك و رح نحطه زي هيك بالأنف و رح انطور 10 دقائر و ارجع لكم هلا رح نشيل هذا الماسك الغريب ما بعرف فوقن في كيف صار رح اشيله اشيله بعدين احكي لكم اذا عندد ان شاء الله الرؤوس صراحة رأي فيه انه عندد شوي بيشير الرؤوس ما بعرف بحس انه شوي نقصه رح نحط هذا الماسك تبعي الفمي هو اخر اشي رح اعمل انا بيوشي ان خلاص يعني باب تيكتر الشغلات بطلو يديكترت موسيقى موسيقى او الكريم المرتب ما رح احط اي اشي بعد لان خلاص كريم المرتب بيكون اخر اشي تحطوه بعد ما تهتمو ببشرتكم هذا اكتر يوم في حياتي اعمل سكين كير او مرة بحياتي اصل انا كنت بعمل سكين كير هذا هو شكل بشرتي اول اشي رح نختار مقاصات الاضافر على حسب اصابعنا بعدين رح نقصهم بالطول يلي بدنيا وطبعا رح نلزقهم بالنسبة لللزق انا ما بستخدم لزق عادي بستخدم هذا اللزق يلي من شيئين هكي بيجي طبقة بتحطوه على الاضفر تبعكم وقوقو بترجع وتحطو الاضفر اه صراحة كير بحبو بيلزق منيح مصحكو فيه وكمان انو ما بيخرب الاضافر وما بيعملكو هيكي مشاكب الاضافر بعد ما تشيلوا الاضافر ثير سهل في الازالة هاد هو شكلهم بعد ما ركبتهم بعدين رح نحط المانيكير انا اخترت هاد اللون البني لانو لبسيتها تقريبا يعني فيها شغلات بنية هاي هي الضلج تبعيتها هاي هي النتيجة كتير حبيتهم كتير سيمبل هيكي وكمان لونون كتير حلو هلأ اجيت مشان اعمل معاكم هيكي لفات حجاب كتير هيكي حلوين للعيد اول اللفة رح نعملها مع بعض رح تحتاجوا شالا جورجيت رح ناخد طرف كتير قصير وطرف كتير طويل تمام؟ انا بطلع هان مشان يعني ما عندي مراي قدامي فاسولي المهم بطراجوا شوي هيكي البندانة مثل ما بعمل انا و رح تيجوا تعملوا زي هيك يعني هيك تلفوه حوالي وشكم وتحطوا دبوس نعمل زي هيك ناخد هاد الطرف ما بعرف هاي اللفة اذا بترفوه ولا لا بس انا كتير بحبها بس ولا مرة صراحة جربت انه اطلع فيها او اشي بس بعرف صراحة اعملها الخطوة اللي بعده انه رح ترجعوا هيكي شوي لورا و وهيك وبس هاي نتيجة ما بعمل حسيتها انه شوي كبرتني بس عنجت كليه حلوة مو دخلي انه كبرتني ولا لا بس انه كتير حلوة حبات ما بعمل حسيتها غريبة مو دخلي هلا رح ترجعكم كمان لفة كتير حلوة يعني كتير مشهورة هاي لفة بس يعني عنجت كتير حلوة لازم تكونوا مجربينها لانه بتجنن سو اول اشي تاخدوا من جوه متل ما عم بتشوفو هيك من جوه كتير مش بس طرفي صغير لا من جوه كتير تقريبا بس مش الاخر المهم و بتجيبو دبوس تمام و كمان بتشدو هاد الطرف هيك من جوه بس بتاخدو بس شوي يعني ما بتاخدو كتير زي هيك ما بتاخدو كتير زي هاد الطرف تمام كل اشي واضح بالفيديو انا ما بعرف كتير من ايها الشي راح و بس هيك بتحطو دبوس نجيب هاد الطرف و بنرجعو لورا و نعود شوي نزبط بهاد الشكل بس اتكاروا فيجي اليوم ما تنسوش تحطوا لايك تشتركوا لقناة شروه اصحابكم بحبكم كتير 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 و شكرا الكم عال الف مشترك زيت اشكركم عن جد دستوري بس جد شكرا كتير لكم و طبعا باخر الفيديو بدي اطلع كومنتاتكم الحلوين بحبكم كتير كتير و بس اشوفكم بفيديو جديد بعد العين